اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة جاي اتكلم عن موضوع انا متحمس له بشكل شخص جدا ان انا اشوفه في الابنت بتاع قبل اكتر حتى من الايفون 12 وده طبيعي يعني حتى لو حد سأل فهو عارف ان الايفون 12 مش محمس اطلاقا والفيتشيرز اللي جاي بيها مش حاجة ثورية يعني عن الايفون 11 باللايل اوب بتاعه النهاردة جاي اتكلمكم عن اهم حاجة من وجهة ناظري قبل عملتها وهتعملها وفي طريقها ان هي تنتج لنا اجهزة منها النهاردة جاي اتكلم عن الاجهزة اللي هتشتغل بالابل سيليكون نوعية الفيديوهات اللي زي ديت ما بتاخدش فيوز كتير وانا ببقى عارف كده بس انا في النهاية بعمل الفيديو اللي انا عايز اعمله مش اللي هياخد فيوز كتير بس عارف برضو ان في ناس على الاتشانل هنا مهتمة جدا بالنوعية دات من الفيديوهات فعشان كده عايزين نعوض موضوع الفيوز دوت بان احنا نعمل لايك على الفيديو عايزين نوصل الفيديو دهات لأكتر من الفين لايك حتى عشان اعرف ان في ناس مهتمة بالنوعية دات من الفيديوهات وعايز اخد رائك في الكومنتات كل واحد يكتب رائيه ايه اكتر جهاز متحمس له بالبروسيسور الجديد بتاعه اللي هل هو الماكبوك تلتاشر انش ولا الماكبوك لستاشر انش وطبعا لو انتم مهتمين بنفس المحتوى اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي بتنسيقش تعمله سبسكرايب للي تشعل. واخيرا بقى في في تويتر وانستجرام وفيسبوك عندوك اي اسئلة كلموني هناك واكيد هرد عليكم. قبل ما نتكلم عن الاجهزة المتوقع زهورها وكون بتستخدم في ناس هتسألني طب هو يعني ايه ايه ابل سيليكون اصلا بكل بساطة كده الاجهزة بتاعت الايفون والايباد بتستخدم بروسيسور البروسيسور دوت من صناعة قبل قبل هي اللي عاملة بتاعها قبل هي اللي عاملة بتاعته قبل هي اللي مصنعها ودلوقتي احنا وصلنا الليفل عالي قوي في موضوع اللي بتصنعه قبل لانه الجيل الجاي من اللي هيبقى جاي بتبكى تصنيع 5 نانوميتر ودي حاجة مميزة جدا يعني قبل انت اللي غاية دلوقتي بتصنع بتكنية تصنيع 10 نانوميتر وده هوت في اخر جيل اللي هو الجيل ال 11 اللي لسه نازل تقريبا من يومين فالفكرة انه الاجهزة بتاعت اللاب توب بتاعت قبل بتستخدم البروسيسور بتاع انت اللي هو الكور اي 5 والكور اي 7 والكور اي 9 اكيد انت سمعت عن الاركوم ديت قبل كده. ودهات كان بيسبب مشاكل كتير لقابل حتى موضوع بتاع الاجهزة او موضوع انتاج الاجهزة كان متوقف على البروسسور كأنك انت جاهز ومستني واحد تاني يجهز. والشخص التاني اللي بيجهز دهات ما بيجهزش او بيتأخر عليك او بيعمل لك انت في غينة عنه بكتير جدا يعني بيعمل لك في اللابتوب بتاعك بتلاقي اللابتوب بيسخن والمروح بتاعته شغال بصوت مزعج. بتلاقي لو انت هتنزل لابتوب في شهر تسعة بيأخرك لغاية شهر واحد عشان هو عنده مشاكل في الانتاج. فبالتالي ابل قررت والموضوع ده هو اللي حصل في الWDC ان هي تعتمد على البروسسور بتاعها هي اللي هو الابل سيليكون. وقررت كمان انه السنة دي هيبقى اول جهاز بيستخدم الابل سيليكون وهيتم الاعلان عنه تقريبا مع الايفون تويلف في بتاعه. فالنهار ده جاي يقول لك ايه الاجهزة ديت? وكمان الموعيد المتوقعة ان هي تنزل فيها. اخر تسريبات بتقول انه اول جهاز هيستخدم الابل سيليكون وهو الماكبوك لتلاتاشر انش. الجهاز دوت المفروض احنا نشوفه على اخر السنة دي. وكان فيه كده جدال هل هو الماكبوك برو لتلاتاشر انش ولا الماكبوك اير لتلاتاشر انش ولا الاتنين مع بعض. وانا شخصيا انا مش شايف في اي داعي ان ابل تستمر في انتاج الماكبوك اير. انا مش عارف هو ليه ابل مستمر في انتاج الجهاز دوت لانه فرق ما بينه وبين البرو حوالي تلتمية دولار. وبعد ما بتاعت ابل ديت تنتج وتتحط فيه الاجهزة فبالتالي الاجهزة هترخص. فمش عارف يعني. مش عارف ايه فلسفيتها في القصة ديت. السؤال التاني المهم جدا ان انا بتروحه ولانا لسه مش لقيله اجابة دلوقتي هيبقى اجاب طبقينة جدا اول ما الاجهزة ديت تظهر. هل هيبقى فيه فرق ما بين البروسيسور اللي هو اللي قبل هتحطها في الاجهزة المختلفة بمعنى. يبقى انه الرخيص كان بيبقى فيه معالجات من فئة الواي. والمعالجات بتاعت الاجهزة اللي هي البرو والماكبوك برو لتلاتاشر انش او ستاشر انش. بتبقى من فئة مختلفة. فهل قبل هتعمل كده في بتاعتها? ما اظنش ان هي هتعمل كده. بس لازم يكون فيه فرق واضح ما بين البروسيسور اللي موجود في النسخ البرو. والبروسيسور اللي موجود في النسخ النون برو. ممكن ديبقى زي اللاين اوب بتاع الاليفن كده في التاني اللي هي الكاميرا والبادي بتاع الالمونيوم اللي موجود في الاليفن والستانلس تيل الفريم اللي موجود في الاليفن برو. اتوقع انه ممكن يحصل حاجة زي كده. ويبقى هو نفس المعالج. احنا مفروض اول جهاز نشوفه منقبل هو الماكبوك برو لتلاتاشر انش. الجهاز دوت هيجي بنفس بتاع الماكبوك برو لتلاتاشر انش دلوقتي. وبنفس بتاعته وبنفس الشاشة والبيزل بتاعها لتخين دوت اللي انت شايفه قدامك. والحقيقة كل الحاجات ديت منطقية وهقول لك منطقية ليه? قبل دلوقتي تقريبا بتصعر اللاب توب دوت في حدود الف وتلاتمية دولار لغاية الف وخمسمية دولار حسب نوعية البرو سيلي كون بتاعتها في الاجهزة ديت. المفروض ان الاجهزة سعرها يرخص لانه ابل هي اللي بقت بتبروفايد كل حاجة في الجهاز. فلما قبل تغير الدزاين وتصرف عليه وتغير الماتيريال بتاعت الجهاز وتصرف عليه وتغير الكيبورد او تغير حتى لشاشات وتروح على الميني ال اي ديز اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده في الفيديو. الموضوع دوت هيخلي الكوست بتاع اللاب توب او الكوست بتاع الماكبوك برو لتلاتاشر انش اغلى. فبالتالي بقى احنا مش هنحس الفرق. فهي منطقية شوية انه قبل تفضل مخلية نفس الدزاين بتاع التلاتاشر انش وتغير بس البرو سيسور. وفي نفس الوقت تنزل لك السعر. فانا شايف ان ديت هتبقى حاجة مميزة جدا. والمفترض زي ما قلت لك نشوفها في بتاع قبل اللي هو هيبقى في شهر عشر. خلانا نتكلم عن نقطة مهمة جدا المفروض نتوقعها من الاجهزة بعد ما تشتغل بالبرو سيسور بجده. اولا الباتري لايف او عمر البطارية او الوقت اللي بيدهولك الجهاز بالبطارية بتاعته المفروض يزيد مش اقل من ست ساعات او سبع ساعات كمان. على عدد الساعات اللي بيدهولك بالبرو سيسور بتاع انت لان هي صمتة تماما واستهلاكها للطاقة يكاد يكون عشرة في المائة او عشرين في المائة من اللي بتستهلكوا معالجات انتل. فالمواضيع ده تيفرق جدا في عمر البطارية. الحاجة بقى اللي اعلى او الحاجة اللي اجمد في القصة ديت انه كمان هيعلى. يعني الاداء بتاع الجهاز هيبقى اعلى واستهلاكه للطاقة اقل وسعره اقل. المفروض احنا نشوف ان الجهاز ينزل مية دولار وعلى الماكبوك اير مسلا بدل ما هو بالف دولار يبقى في حدود التسعمية دولار او التونمائة وخمسين دولار. وديت هتبقى نقلة كبيرة جدا في الاجهزة دي. في واحد بقى يسألني سؤال زكي وانا بحب الاسئلة الثكية. طيب بما ان الاجهزة ديت جاية بروسسور شبهة اللي موجود في الايفون والايباد. هل دوت معناه ان هي هتيجي بالفايف جي او بالفور جي? ممكن بنسبة كبيرة نشوف اول مرة اللابتوبس بتاعة ابل تدعم تقنية الفايف جي. ممكن تكون الانتنة بتاعت الام ام ويف من كوالكم او حتى التقنية التانية بتكون مدعومة في الماكبوك بتاع ابل وديت هتكون انتقالة برضو مهمة جدا في الاجهزة ديت. طيب هيجي حد يسألني سؤال زكي جدا برضو تاني. انا عايز بقى دزاين مختلف. وعايز برضو البروسسور الجديد بتاع ابل. وعايز الشاشة الجديدة وعايز البيزلت الكلام دوت. هيحصل الكلام دوت في البلان وفي تسريبات كبيرة بخصوص الموضوع دوت. هنشوف بقى مش الماكبوك برول ترتاشر انش. لأ هنشوف جديد اللي هو الاربعتاشر انش. وهنكمل مع الستاشر انش. احنا الخمستاشر اتلغى وبقينا ستاشر والتلاتاشر هيتلغي وهيبقى اربعتاشر. وهيجي بالشاشات الجديدة اللي هي والان انا هنزل عنها فيديو فاتاكد انك عامل سوبسكرايب. وهيجي بالفايف جي او بالفور جي انتنة اللي احنا كنا تكلمنا عنها. وطبعا بالبروسيسور بتاع ابل اللي هو الابل سيليكون. بس الكلام دوت مستحيل يحصل لسانة دي. الكلام دوت بنسبة كبيرة يا على بداية لسانة الجديدة. وانا اشك في ذلك. يا اما على اخر لسانة الجديدة بتاعت الفين واحد وعشرين. فملخص الفيديو دوت ان احنا المفروض في الايفنت بتاع قابل نشوف اتنين ماكبوك برو تلاتاشر انش والماكبوك اير او الماكبوك اير هيترحل شوية لبداية الفين واحد وعشرين. والاجهزة دات هكون جاية بنفس التصميم اللي فات بس بالمعالجات الجديدة بتاعت ابل اللي هي الابل سيليكون. اتمنى يكون الفيديو عجبكو وعايز اسمع اسئلتكو في الكومنتات. ولو عندوكو اي اسئلة كلموني برضو ع السوشال ميديا هتلاقيو تويتر وانستجرام وفيسبوك. وبس كده انا كده قلت كل اللي عندي في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكو واشوفكو في الفيديو جديد.